اضافة عمود بين الاسم والاختصاص طبعا نضغط click amen على الاختصاص ونختار ادراج طبعا رح يطلب من عندنا ادراج يأما اعمدة الى اليسار يأما اعمدة الى اليمين يأما صفوف الى الاعلى يأما صفوف الى الاسفل في حال ان احتياجي لمن اريد اضيف عمود فاذا العمود رح يكون بين الاختصاص والاسم بما ان انا محدد الاختصاص وعلى يمين الاختصاص فاذا رح اقول اختصاص فاذا رح يكون ادراج اعمدة الى اليمين والاحظ ان هذا العمود اندرج الى اليمين وممكن نقول مثلا محل الولادة وهكذا لو فرضا انا اريد اضيف بين محل الولادة والاختصاص عمود أنا محدد محل الولادة فالعمود الجديد اللي راح ينضاف راح يكون على يسار العمود اللي أنا محددة فأضغط كلك أيمن على العمود وأختار إدراج ومن ثم إدراج أعمدة إلى اليسار ونضاف لي عمود ممكن أسميه سنة التخرج هذه فيما يخص الأعمدة طبعا فيما يخص الصفوف نفس طريقة إدراج الأعمدة سهلة مثلا عندي 1 2 3 4 حتى أريد أضيف صف بين 2 و بين 1 لو فرضا الآن يضغط على 1 كلك أيمن وإدراج طبعا إدراج صفوف راح يكون هنا يأما إلى الأعلى أو يأما إلى الأسفل بما أنه أنا أريد أضيف صف بين 2 و بين 1 فأختار صفوف إلى الأعلى في حاله أريد أضيف صف أسفل رقم 2 فأختار صفوف إلى الأسفل من إدراج وإدراج صفوف إلى الأسفل العملية سهلة جدا فقط تحتاج القليل من التركيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة